أنا طالب بطالب بشكل واضح إن إحنا يبقى عندنا مش بس دراسات يبقى عندنا قسم في علاج الإدمان علاج هذا النوع من أنواع الهوس آه صحيح فيه أحداث بتحصل حوالينا بتبقى مهمة وبعض الأحيان واجب إن إحنا نكون على وعي بيها عشان نفهم الواقع كويس ونقدي دورنا تجاه اللي حوالينا زي مثلا حد عرفت إن هو عنده عزيز توفي أو حد حصل حاجة مهمة جدا 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 أنا محتاج إن أنا أعمل بيها مشاركة مجتمعية لكن إن إحنا نعيش كإن ربنا خلانا جزء من الحدث ده مش واجب علي فلو حصل حدث وحوالي وأنا ما شفتوش فنفضل نشوف فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا فيديو بلا توقف على سبيل إن ده شكل من أشكال الإنسانية وشكل من أشكال المتابعة وشكل من أشكال القيام بأدواري في الحياة وده مش حقيقي لإن إحنا كده بنأثر في أدوارنا في الحياة ونأثر لو لدينا أدوار أيضا تجاه الحدث نفسه لذلك مش هنقدر نقوم أبدا بأدوارنا الإنسانية تجاه بعض الأحداث زي مثلا دعم أهلنا في فلسطين دعمنا للناس خلال أي كارثة إنسانية بتحصل إلا إذا كنا في حالة اتزان عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن المؤمن القوي خير وأحبه عند الله من المؤمن الضعيف ونقول لكم معنى أنا ليه أتيت بهذا الحديث هنا عارفين أتيت بهذا الحديث ليه لأن المؤمن القوي هو الذي يكون قوي الراسخا ما تتلعبش بي الأحداث الكتيرة لو ملوش علقة بيها لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضوه بعضا صحيح زي ما حدث النبي علمنا بس لو استهلكنا انفسنا في المتابعة على السوشيال ميديا هلا يكون عندنا طاقة ولا قدرة ان احنا نفكر ازاي نكون يد معينة وعون ويد بتوصل العون اللي حوالينا اكيد لا لاننا دم استهلاكنا دم استهلاكنا فيما لا يعنينا وزيك انا تعلمت حاجة مهمة جدا جدا من كتر الاحاداث اللي حوالي ليس كل حدث يجب علي ان يكون لي موقف منه وليس كل شخص لابد ان اضع تقييما له دي حقيقة دي حقيقة من حقيق الحياة ولزيك بعض علماء النفس اتكلموا عن هوس تصفح الاخبار السيئة وكتير من الدراسات النفسية لقيت ان كل مكان الانسان مستهلك ومفرط للاخبار السيئة كل ما زادت احتمالية تعرضه للاكتئاب والتوتر واعراض مشابهة للي بتحصل للانسان اللي بيعانه اضطرابات ما بعد الصدمة لهذا الحد لهذا الحد ان هو ممكن ما نكونش حصله شيء وده اتل بيقوله علماء النفس بيقوله ايه انه ممكن يكون عنده اعراض زي ما بعد الصدمة كده ساكت مش عايزي تكلم حاسس ان الحياة ملهاش معنى حاسس ان هو ملوش لازمة حاسس ان الحياة دي بقى اتعب حاسس كل الاحداؤ كل الصفات والسيمات واللي بتحصل للشخص بعد الصدمة هو يحس بيها وهو ما تصدمش بس هو دخل جعل نفسه جزء من الاحداث اللي حواليه وهو ده وتجزاء ان هو اسرف وافرط في ان هو يتابه ده المشكلة يا سيدة ان الاستهلاك المفرط للاخبار السيئة يخلي مع الوقت عينينا مش قادرة تشوف رحمة ربنا ولا حكمته في الاحداث اللي بنعيشها فنزعل من ربنا وعشان كده اسراب وجيوش الزعلانين من ربنا جزء اساسي من تكوين حالتها النفسية من الزعل من ربنا جاي منين من متابعتها للاخبار السيئة اللي خليتهم يقدسوا السواد ومع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نحفظ انفسنا ونحفظ قلوبنا من تقديس السواد ازاي قال كلام في بديع كلامه وفي جوامع لطفه تعلمنا ازاي نتعامل مع حياتنا كلها قال صلى الله عليه وسلم وبيعلمنا ازاي نتعامل مع الاحداث عجبا لامر المؤمن ان امره ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا لا ويدخل ويدخل فيه ولزاك من اسوأ مظاهر هوس العيش في قلب الحدث هو هوس تتبع اخبار الحياة الشخصية للناس على السوشيال المدين واخبار الحياة الشخصية للمشاهير زي مين ضرب مين مين غدر بمين مين مين كان بيصيف فين السنادي مين اشترى ايه مين باع ايه مين رح فين مين زقل من مين مين حسد مين مين عنده نوع من انواع ارادة المؤامرة على مين اشياء كلها يعني كل اللي انا قلته دلوقتي مضروف في عدد الفنانين مضروف في عدد لعيبة الكرة مضروف في عدد المشاهير مضروف في عدد الناس اللي انا مليش علاقة شخصية بيهم كل دولة عندهم عشرات الاخبار كل واحد فيهم عشرات الاخبار تخيلوا ده لو انا شلت كل دوت وانا فعلا ما عنديش اهتمام بيه مش لاننا شخص مش مهتم بالشأن العام لا ده مش الشأن العام على فكرة